واني واخواتي السلام والله عليكم اهلا ومرحبا بكم معكم الجديد في حلقة جديدة موضوع جديد متتبعي قناة ابو رسان الاوفياء اينما كنتم اول حاجة قبل كل شيء كتعرفو كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يربي في العنوان بدون شك تشفتونا انه قد نتكلم على النمط ديال العيش الجديد اللي قد تدخل له اسبانيا ولا لدخلات له اسبانيا ابتداء من هذا النار هذا اللي هو الحد 21 ستا الفين وعشرين ما بعد ما خلينا في الخلف ديالنا تسعوده تسعيد يوم من الحجر المنزلي يعني كثير من ثلاثة ديالشور طبعا كثير من ثلاثة ديالشور لمرات لا الحجر الصحي ولا الحجر المنزلي هنايا في اسبانيا والحمد لله بالفضل ديالله وبالفضل هاد الحجر الصحي تم المحاصرة ديال هاد الوباء الوباء ما زال كيعيش بيناتنا ما زال معنا ما زال ما مشاش ولكن الفضل دي الله وبفضل هذا الحزر الصحي هذا الأداة الدستورية يعني ساهم بواحد شكل كبير في المحاصرة دي الوباء لأنه كيفرد على المواطن واحد القيود هي اللي كتخلي العدوى دي لهذا الوباء يعني ما تنقلش بواحد الصرح المهم بالفضل دي الحياة الطبيعية الجديدة ولا النمط دي العيش الجديد اللي غد نتمشى عليه ابتداء ما اليوم كل مواطن مننا كان عيشه في الطراب الإسباني يعني كتصبح عندنا واحد المسئولية كثر ما كانت عندنا من قبل لأن كما قال رئيس دي الإسباني الناس تفرجته في الخطاب دي له يعني كل واحد منا غد يصبح إما بيا يعني لهذا العدوى إما إلا بينا نقوله واحد طريق دي العدوى دي لهذا الوباء ولا واحد المورو واللي لبينا نقوله حاجز يعني لهذا الوباء هذا هو خي يبغي يدخل ولا يبغي ينتشر ما يلقاش كيفاش ينتشر اللي هو إلا بينا نقوله المحافظة على التباعد الإجتماعي اللي هو النمط دي العيش الجديد متر وخمسين على الأقل إلا ما كانت هذه المسافة يعني متوفرة الكمامة إجباري نمط دي العيش يعني كما قالت مختلف تماما على النمط دي العيش والحياة الطبيعية اللي كنا كان عيشه قبل هاد الجائحة هاد الناس اللي تفرجتوا في الخطاب دي الرئيس دي الحكومة دي الإسبانية البارح صراحة أنا ما اتحتش لي الفرصة يعني باش ندير شي فيديو كما وعدناكم ولكن ماشي مشكيل اليوم غاد نتكلم مفاضل أمور هذي فالرئيس اللي يتكلم على بزاف دي المسائل من بين أول حاجة شكر المجتمع يعني المدني الإسباني يعني بجميع الشرائح دياله البوليس الأمن الوطني الغيارrat ياسيمي الحارس المدني يعني العسكر المواطني الإسبان كذلك شكر المواطني الإسباني للإغ healthy accumulated ال anyhow يعني الإنضباط يعني الإنضباط لعب واحد الدور مهم يعني بنسبة لأنّ كان إنضباط كبير يعني بخصوص الحظر الصحي يعني الإلتزام يعني كان واحد الإلتزام يعني شبه تام الحجر الصحي نهيك على فئة قليلة المواطن الإسبان لأنه كانوا كسروا مثلا الحجر الصحي بطبيعة الحال هذا الإسترد خلوا عدد كبير الغرامات المالية الناس لما تلقى عليهم القبض ولكن فئة قليلة قليلة جدا ولكن الأغلبية الصاحقة المواطن الإسبان كانت إنضباط التزام تام بهذا الحجر الصحي وهذا أعطى الأكل اللي أعطي لأبوحة الورقة مهمة في المحاصرة دي الهدى الوباء لما يبان إن شاء الله شي دواء ولا شي لقاح اللي غد يفك العالم بأسره من هذا الداء الخطير الرئيس دي الحكومة كذلك تكلم على التكريم اللي غد يكون نهار 16 في شهر 7 لهد الضحايا اللي مشاه اللي هم زياد من 28 ألف ديال الناس اللي توفات ولا لدات هدى الجائحة هدين في إسبانيا غد تكون طبيعة الحال يعني بإشراف ولا غد يشرف على هدى التكريم هذا اليوم ديال التكريم غد يشرف عليه الماليك ديال إسبانيا يعني غد نتكلم على الحزب ديال بوكس غم عارفين العصاف الروايدة عشنه ليدار إن شاء الله من بعد في الآخر ديالفيديو غد نتكلم عشنه ليدار في هدى القادية هذه إلى إلى آخره الرئيس ديالحكمة ديالإسبانيا كما قلت يعني وجه نداء للمواطنين بصفتين عامة الشباب للناس العادية الناس اللي كبر في السن يعني كل واحد مننا غد يكون إما طريق يعني للنشر ديال هدى الوباء هذا من جديد ولا غد نكونه يعني كحاجز كل واحد مننا غد يكون كحاجز باش هدى الوباء هذا ما ينتشرش هذا هو اللي ركز عليه الرئيس وقال ما خصناش يعني نخليه ذك يعني الجهد اللي داره هقاع المواطن الإسباني يعني في هدى الحالة ديال إن دار ليداز يعني كل شيء يتكار فصه كل شيء كان محبوس كل شيء واقف يعني هاد الجهد اللي دار المواطن مخصوش يمشي هبقى منطورة بمعنى أننا خرجنا من هاد الحالة ديال إن دار كاملين يعني متحدين فنبقاوا على هاد الشكل هاد ولا نبقاوا على هاد النهج هذا حتى يبان شيء يعني شيء دواء اللي يقدر يهنين من هاد الوباء هذا ولي حتى عليه الرئيس ديال الحكومة ديال إسبانيا وقال كما قلت بأن إسبانيا يعني لا هي ولا التحاد ديالأوروبي كانوا عندهم بزاف ديالبرامج يعني ما قدش تدخل في التفاصل ولكن كانوا برنابج كثيرة منها سيمانا صانطة منها يعني بزاف ديالمسال يتكلم عليها اللي كانت مبرمجة ولكن مع هاد الجائحة هذي يعني بعطرات كل شيء وخلات بنذم يعني ولا خلات هاد الحكومة ولا جميع الحكومات ديالدول يتراجعون لذلك البرامج اللي كانت تقدم يعني ويديروا إجراء أدخل اللي هي اللي بغينا نقوله مستعجر يعني صراحة العاطق كيبقى على كل إنسان ولا كل مواطن اللي يعيش في إسبانيا ابتداء من هذا النهر هذا يعني إصبح يعني التنقل ما بين العمالات ولا ما بين الولايات يعني مسموح جميع إسبانيا وكذلك جميع الدول للاتحاد الأوروبي إلا البرتغال كما عدرت من ذلك المرة في الفيديو حتى الواحد فرشة رجاء إن شاء الله يعني ولكن الباقي للدول للاتحاد الأوروبي وللمنطقة للشينغن يعني إصبح التحول والتجول يعني وسطها الدول ولداخل الولايات يعني مسموح لجميع المواطنين دول الاتحاد الأوروبي هذا شيء مهم ومهم للغاية وهنا هذا يزيد من المسؤولية كما قال كل واحد يتحلى بالمسؤولية دياله سينو كما قال الرئيس للإسبانيا يعني الاحتمالات ديال ريبروتز يعني جداد ولا تفشي جديد ديال الوباء يعني احتمال كبير هما كيقول ولا قال بأن إسبانيا دارت الاحترازات الاستباقية على الوقت ربما يبانش تفشي جديد باش ما يجراش كما يجرى في المرة اللولة يعني جاءت البنادم يعني ودارت في المواطن يعني العادي ولا في المواطن الإسباني ولا في أي مواطن من أي دولة ما بغايت هاد الجائحة وبالتالي قال وداروا الإجراءات ولا الاحترازات يعني الاستباقية على الوقت يعني وجدوا رسم إلا بغاية المصطلح هذا ربما يبانش تفشي جديد يعني إلا بغاية نقوله في الخريف من اللي كي بديت يعود يجي البرد ونس كي يضربهم البرد بلودانسترين كي يجي من تكتره يعني ربما تكون تاني شي تفشي جديد نتمنى ومالله يعني هذا الوباء هذا يتهز مرة وحدة ويهنين من الله لأنه صراحة يعني قلب الحياة ديال أي مواطن فيما بغا يكون يعني قلبات الحياة يعني تماما تماما بالنسبة الحزب ديال بوكس كما كتعرفون ما كيخفاش عليكم ديما العصى في الرواية البارح أحد الأعضاء دير هذا الحزب هذا سنتكلم كذلك نريد على العمل المرحب يعني رقم عارفين الهم ديال هو الحكومة ويقلب على أي آدات يضربها أي حاجة التي تقدر تخليها أنه يهاجم الحكومة يقلب عليه بالخصوص تكون من جهة ديال المغري يعني كما قلت واحد الأعضاء من هذا الحزب هذا المتخلف البارح كان في بيغو يعني دار وحد الميتين يعني ديال ميل أو نقول حملات انتخابية أعلن على أن الحزب ديال البوكس ما غاديش يحضر للتكريم ديال هاد الأموات ديال ثمانية وعشرين ألف والأكثر من ثمانية وعشرين ألف ديال الناس اللي توفات في هاد تغطي على أن دارت وحد المسائل اللي خيب والموت ديال الناس والأموات ديال الناس اللي مشات في إسبانيا يعني كتضوب لهذا شي اللي يقول مثلا هما هاد ثمانية وعشرين ألف والصرف يعني كتضوب لهذا شي ولكن هذا كل خزنة الحكومة الإسبانيا وهذا الأكتو يعني ديال الأمين أمين أخي ولا هاد الأكتو ديال التكريم يعني هو فقط وحد اليوم اللي بشي غطي وبيع الأخطاء اللي دارت هذه الحكومة فقط راكم كتعرفوا هاد الحزب هذا ما كيخفاش علينا الأهم دياله الوحيد هو ضرب هذه الحكومة بشي يطلع يعني بعد الدرجات خرين ولا بشي يجني بعد الأصوات خرين وكذلك تكلم على العملية ديال المرحبة على ثلاثة ديال المليون ديال المغاربة بحلوا بلوا دبال المغاربة رغم داو شاد طريق وغاد داخل المغاربة فكن عارفو نحن الحدود ديال المغاربة ما زال ما كان شي إعلان اللي هو رسمي بدأ تفتح فيه الحدود نهار معين محدد ما ما كان تش حاجة ولكن لا الرئيس ديال الحكومة ديال اندلوس المرحبة اللي فاتت ولا الحزب هذا لأنه كنتعرف كيف يحكم في اندلوس حتى هو نبه من هذا القادية وقال احنا ما معاش احنا ضد ان ثلاثة ديال المليون ديال المغاربة غاد يمروا من اسبانيا وهذا غدي يشكل خطر على اسبانيا لأنه غدي يجيب لنا دوال الاخراء وهذا الى الاخره يعني لكم ما عارفين هذا مكان اخواني واخواتي انتمنا نكون كنت خفيف دريف عليكم انا اغنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقة جاي ابل في الموضوع الماجي ولكن كما العادة قبل ما نقول لكم السلام عليكم الناس اللي كتشوف هذه القناة لأول مرة ما تنساوش تعبونا معنا وكذلك تفعيل الزر للجرس باش توصلوا باي جديد حطيناه في القناة هذه تهلوا ليفروسكم كما العادة وحييكم مرة اخرى من جديد دمتم في امان الله